التخلي عن الناس وتجاوز العلاقات هذا هو موضوع نقاشي اليوم معاكم شوفوا الكلام اللي بقوله اليوم ما رح يفهمه إلا إنسان خلقه مرة 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 كريم وباله طويل وإنسان قلبه مفتوح لأنه إذا أنت قلبك مغلق إذا أنت بالك قصير إذا خلقك ماهو كريم وتبي بس تاخذ 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 وما تبغى تعطي في الحياة هذه فعقابك حيكون إنك تظل متعلق بالناس تمام؟ فاليوم الكلام اللي بقوله بيصحيك بيفهمك بيكون طويل لكن صدقني بيخدم مصلحتك بالكامل أنا ما رح أقول لك لا تكلم هذا الشخص أسبوع ابتعد عن هذا الشخص لثلاثة أيام احرق كل ممتلكاته أنا بكلمك بعقل وبوعي وبعطيك الأدوات اللي فيها نضوج عاطفي على أساس تقدر تتجاوز التجربة هذه بسلاسة ويسر وسهولة بإذن الواحد لأحد تمام؟ يلا نبدأ أهلا وسهلا معاك نورة إدريسي مدربة معتمدة من TCI المعهد الأسترالي للتدريب العالمي وبرضه مسجلة في النقابة الأسترالية العالمية للتدريب خلينا نبدأ أول شيء بالموقف كله إيش ما كانت طبيعة العلاقة صداقة علاقة حب تعارف زواج إيش ما كان التجربة اللي أنت مريتها فيها أول شيء لازم تعرف أنه بكامل تفاصيلها انتهت الآن هي منتهية قد يكون في رجعة أيوة قد يكون في رجعة قد يكون في احتمالية أنه يتصلح الأمور قد يكون في احتمالية يتصلح الأمور أنا كنورة الآن ما أشوفك ولا أعرف تجربتك ولا أملي عليك أي شيء لأنه كل شيء ممكن في الحياة هذه تمام لكن أنا اللي همني الآن أنه أنت في مرحلة انفصال ومرحلة تجاوز ومرحلة أنه أنت تتقوب نفسك فكان فيه درس في العلاقة هذه وشيء صار خطأ لازم أنت تتعلمه قد يكون اللي لازم أنت تتعلمه أنه في ناس عندها مشكلة خاصة فيها والمشكلة هذه هي تحتاج وقتها أنها تشتغل عليها فجاء الوقت أنه أنت تمشي وهذول مهم الناس المناسبين في حياتك فأنت حتتعلم احترام الذات قد يكون أنت فيك مشكلة وما تتعاشر فلازم أنت تشتغل على نفسك عشان تكون إنسان معاشر وطير وسليم وحسن الخلق وإلى آخره وقد يكون وقد يكون وقد يكون الاحتمالات واردة أنا ما أبغاك تشتغل تلويم وأنا ممكن أكون سيئة وأنا قد أكون أخطأت لا الإحساس بالذنب مرفوض هذه واحدة من المشاعر اللي أبغاك تماما تماما تتعامل معها بكل حيادية أنت عندك إحساس بالذنب أسأل نفسك أنا وش قصرت فيه أنا وش سويت غلط ليش أنا حاس بالذنب هل أنا سبيت الشخص هذا هل أنا أهنت الشخص هذا هل أنا قللت من قيمة الشخص هذا هل أنا هل أنا تجاهلته هل أنا كذا تمام أنا قللت من قيمته أنا تجاهلته أنا أسأت له إذن رح أجيب ورقة وقلم ورح أطلع كل اللي بخاطر على ورق أو أفتح تسجيل صوتي وأبدأ تكلم مع الشخص هذا إذا أنت قادر تتواصل مع الشخص هذا ما بلكك من أي مكان ممكن أنك مجرد ما تهدى عاطفيا مجرد ما تسوي عملية التفريغ اللي هي أنه أنا زي ما قلت لك يا أما على ورقة يا أما بمقطع صوتي تتفرغ وتطلع وترتب كلامك وترتب ألفاظك تبدأ تشوف وشي اللي لازم تشتغل عليه في نفسك وتوضح مع نفسك إش الأغلاط اللي هي عندك لأنه إذا كان الموضوع مثلا حياة زوجية أو علاقة شراكة فيها شيء أو إلى آخره حتقدر تصلح الأمور لو كان ما في مجال أن الأمور تتصلح ما تدري أنت اللي عليك أنك تسوي القرار الصح القرار الصح هو أني أعتذر إذا كان لهذا الإنسان حق عليك حق قائم أنت أسأت له بأي شكل من الأشكال تروحه وأنت طيب تعتذر له اعتذر له وقول لش أنت اعتذرت له أنا اعتذرت لك لأنه أنا سويت لك كذا وسويت لك كذا وسويت لك كذا وما كان من حقي أبدا أني أتصرف معاك بهذا الشكل أنت تستاهل تعامل أفضل وإن شاء الله لو في مجال أنه أقدر أعوضك عن هالشي أبعوضك إذا ما كان في مجال الله يوفقك ويسهل لي ويعوضني أنا خير ويعوضك خير إن شاء الله بس لا تسويها وإنت بنيت أنه أنا بحاول أرجع العلاقة وارجع الموية المجاريها أنا بسويها بنيت أني أصلح الأمور وأسوي الشي الصح الشي الصح يا جماعة بالذات إذا كان عندك كبر عالي مرة مؤلم مرة مؤلم فكل ما كان عندك كبر وكل ما كنت إنسان تبغى تشبع حاجتك للوجود لأنك تكون أنا مش أنا يعني أناني لأنا أن أكون في مكان ومنصب يعني أشوف الكبر من التكبر من كبر الحجم من كبر المكانة فأنا كل ما حطيت مكانة عالية لنفسي ما هي حقيقية وأهمية طبعا طبعا خلينا أشرح لكم الكبر الكبر أ делает عبارة عن在ني أنا حاط مكانة فاتح خانة لنفسي أنه أنا أسمى وأفضل من الناس بأي شكل من الأشكال أنا أفضل لأنه عندي معلومة أنا أفضل لأنه عندي فلوس أنا أفضل لأنه أنا ما أخذ شهادة دراسية أنا أفضل لأنه أنا مدرب أنا أفضل لأنه أنا دكتور أنا أفضل لأنه أنا طبيب أنا أفضل لأنه أنا أفضل هذا هو الكبر فأنت تبدأ تتغذى بهذا الكبر يعني لو واحد قال لك أنت أصلا دكتور فاشل حتنهار لأنه الكبر حقك متمسك هنا لكن مجرد ما تساعد أنه كلنا بشر كل المهن واحدة كل المهن تخدمنا زيك زي الخباس ترى معلش مهما كانت مهنتك أنا مهنتي التدريب لكن الخباس برضو مهنته شريفة هو يأكل الناس هو يصنع الأكل للناس فهو قاعد يساهم في إحياء أجسام الناس فكل ما أتقم في مهنته كل ما كان الأكل نظيف وكل ما هو حرص أنه يطور في أكله كل ما إيش الناس تحسنت صحتها تحسنت تغذيتها الأجيال الجاية صارت قوية البنية معناته مني أحسن من الخباز ولا الخباز أحسن مني كلنا مهامنا وحدة مجرد ما تمتلك أنت أصلا مبدأ المساواة حترتاح نفسيا وحتى حترتاح أنه شريكك هذا لو قلت أصلا هو إنسان أحسن مني أصلا أنا ما أستحقه أصلا هو إنسان مرة مكانة وفوق لو عنده إن شاء الله إيش ما عنده لو عنده فلوس لو عنده مليون متابع لو عنده أجمال لو عنده شعر طويل لو عنده شيخ أظافر منمقة لو إيش ما كان عنده تمام أنت مجرد ما تحط فيه مبدأ أفضل وأقل أنت اشتغلت على الكبر أنت خلقت مكانة وهمية فتقعد تغذي الوهم هذا ليه تخلص من الكبر تحرر منه أنا لو اعتذرت فأنا معناته أنه أنا أبين أني على خطأ وأنا ما أكون على خطأ أبدا لا يا حبيبي أنت على خطأ دائما وأبدا أنت على خطأ عادي أنا على خطأ أحيانا ودائما وأبدا ما يزعل ما يزعل أنا ما أزعل لمن أكون على خطأ أنا أزعل لمن أكون على خطأ وأكابر وأدعي أنه أنا على صح وأدافع عن الخطأ كنورة أخذت هذا عهد على نفسي أني ما دافع عن الخطأ إيش ما كان دائما وأبدا بأعترفه بخطأي ودائما وأبدا بحاول أصحح تحرر من الكبر ثاني شي سامح سامح الشخص سامحه إيش ما سوى أنا متهم من القصة ولا مفروض أن أتهمك القصة ما يهمني هو قال هو فعل هي قالات هي فعلات هي وعدات هو وعد كان المفروض أن يسوي كان المفروض أن ما يسوي خلاص تخلى تخلى في كلمة هندية علمتها أختي تشوردو تشوردو يعني إيش يعني أترك بالهندي فصلت أقول لها أي شي في حياتك قولي كده تشوردو تشوردو تخلي قولي كده تشوردو 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 حاس أتركه أنا أتخلى عنه أتخلى عنه أتخلى عنه وردد على نفسك هذا العبارة لأنه إحنا مرة في عالم متمسك أتمسك بممتلكاتي أتمسك بأغراضي أتمسك بهداياي أتمسك بذكرياتي أتمسك بكل شي لا عشان تعيش في هذه الحياة عاطفيا لازم تتعلم التخلي ما تعلمت تتخلى ما هتخلق مساحة شيء أفضل زي الإنسان اللي عنده باركينغ واحد وعنده سيارة مرة مخردعة هرى أم أمها سنين وهو قاعد يستخدمها بعدين إيش يسوي؟ يبغى سيارة جديدة طيب تبغى سيارة جديدة شيء القديمة لا ما بغى القديمة طيب وم بتحط السيارة جديدة؟ أبغى شتري سيارة جديدة طيب السيارة القديمة وم بتشيء؟ لا 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 ما بغى تخلى عنها فيعطل قرار سيارة جديدة وتيسيرها ما ندري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه إلا ما تحس عقلك ما عاديك قاعد يقولها تركيز التخلي تخلي أنك تسمح للشيء بأنه يطلع من نفسك أما أنك تجلس قامع وكابت ما عمرك حتتجاوز التجربة وهذا اللي يخلي الناس ترى ترجع للعلاقات القديمة ما طلعت مشاعرها ما طلعت التعلق الذكريات موجودة هي تعتقد أنه أوه أجمل ذكرياتي كانت مع فلان الفلاني ولا كانت مع فلانة أجمل تجارب عمري عشتها يهو يعني معقولة ما في بعد فلان فلان ثاني أحسن منه معقولة لهذه الدرجة عندنا شح بالوفرة لهذه الدرجة إحنا شايفين أنه إحنا ما نستاهل شيء أحسن ما نستاهل شخص أحسن ليه إحنا نسوي كذا بأنفسنا في كل تجاربنا ليه في صداقة في حب في زواج في علاقة عمل في كل حاجة ليه إحنا نعتقد بأنه خلاص الحياة بعد هذا الإنسان انتهى أنا عارفة أنه مليون مرة أسمعنا هذا الكلام الحياة ما توقف على الإنسان بس إحنا نوقف عند الإنسان إحنا اللي نوقف إحنا اللي نختار أنه نقعد واكفين مساكين نحزن تعبنين مدرأيش ليه نسوي في أنفسنا كذا إحنا اللي نختار ترى ولا تقولوا لي أنا عاطفتي أنا ما أقدر أنا مشاعري لا معليش كلنا عندنا مشاعر حتى أنا كان عندي مشاعر وأنا إنسانة مرة عاطفية ومرة حساسة وحسي العاطفي عالي لكني اشتغلت على الموضوع اشتغلت على إدارة المشاعر وتخصصت في إدارة المشاعر حتى الآن أدرب في إدارة المشاعر مرة مهم أنك تاخذ إدارة المشاعر إذا أنت من تعارف تدير مشاعرك لأن مشاعرك ما هي لعبة ولا شي ينهدر ولا شي سهل أنه أنت تقعد تقول خلاص أنا كل إنسان ياخذ مشاعري وكل إنسان ياخذ تفكيري وأنا ما أنام بسبب بفلان وأنا ما أصحى وأنا ما أرتاح في نومتي لما يصير معاي كذا ولما يضايقني فلان وعلان مو معقولة أنه أنا حياتي كلها تتوتر عشان لما فلان ما أرسل لي ولا فلان ما كلمتني ولا أنا زعلت فلان ولا أنا أرجع البيت وأحاسب نفسي طول الليل وطول العمر إنه والله أنا يمكن قلت لفلان كلمة والله يمكن قلت لفلان كلمة والله يمكن زعلتها ليش جلد الذات ذا؟ ليش؟ ياش نسبب أنفسنا كذا؟ إن شاء الله قريب أصلا بطلع سلسلة المشاعر وبفهمكم المشاعر اللي تعبكم وكيف تعبكم وإن شاء الله رح أعطيكم بإذن الواحد الأحد إذا قدرت الأدوات المناسبة لتساعدكم لكن بشكل عام أنا دائما أنصح بالتدريب في إدارة المشاعر لأنه إدارة المشاعر موضوعها طويل يعني أنا مسويت تدريب مدة تقريباً في هذه الساعات كان شي مرة يعني يشتغل الواحد فيه على نفسه من وإلى طيب برضو فيه نقطة مرة مهمة أبغى نبهكم عليها تغذي الغرور اللي هي المسميات هذا باعني هذا اشتراني أنا إذا ما شراني ما باعني أنا سلعة سلعة ما عندك قيمة معليش يعني ما عندنا قيمة إحنا قيمتنا إذا فلام موجود في حياتي وقدرني فأنا تقديري عالي إذا فلام ما قدرني وما احترمني خلاص أنا ما عندي تقدير ولا عندي احترام إيش هذا الكلام الفاضي إيش هذا الخرابيط الفاضي اللي إحنا مرة مؤمنين فيها وش اللي قاعد يصير في المجتمع سلامات وش اللي قاعد يصير في أفكارنا أنا إذا ما كان عندي السيارة فلانية فأنا مني بخير أنا مني سعيد إذا أنا سيارتي أقل من السيارات الثانية ترى السيارة سيارة وأيش يعني ترى لتغير شكل الهيكل ونوعية المحرك وبعدين يعني أنا ما أكون مرتاح إذا محرك ما كان المحرك الفلاني وهيكل السيارة ما كان هيكل فلاني والماركة ما كانت الفلانية عيب عيب أن نحن نعمل أنفسنا كذا يا جماعة أصحوا أصحى على نفسك ترى شخص ترى إنسان زي وزيك يغلط ويصيب مو معقولة انه اذا راح هذا الانسان انا اهتز لهذه الدرجة معناته انا فيني مشكلة ومو معقولة انه انا رابط قيمتي بالانسان هذا مو معقولة انا ما رح اكون بخير اذا هذا الانسان ما رح يكون بخير انا ما اقول لكم ان احنا ما نتأثر والله نتأثر امي لو كانت تعبانة مرة اضايق لكن ما اتعب ما اصير ما انام الليل وممكن ما ارتاح بنومتي تضطرب نومتي لاني انا نفسيتي مضطربة لكن هذا مو معناته يا جماعة أنه أنا أبهدل نفسي لهذه الدرجة أنه أنا تعب نفسيتي أنه أنا قيمتي خلاص أنا ما لي وجود خطأ الحل هنا معناته إيش أني ألقى قيمتي وقيمتي فإن ألقاها عند رب العالمين إذا أنت ما أنت رابط قيمتك برب العالمين فأنت ما لك قيمة معلش أنا أطيك إياها من الآخر لأنه الوحيد اللي قيمك بهذه الدنيا هو ربي أنا ما يهمني لا تقول لي ديانتي لا تقول لي أنك ملحد بكافك والله سوي في نفسك اللي بتسويه الواقع والمنطق يقول أنه أنا في حاجة تقيمني في هذه الدنيا إحنا دائما تحت تقييم إذا أنت ما أنت مستوعب أنه أنت تحت تقييم يومي ولحظي وداخلي وفي أحد جواتك قاعد يقيمك اللي هو رب العالمين وفي أحد داخليا قاعد يقيمك ويتابعك والأعمالك اللي هي إنما الأعمال هو إيش بالنيات نيتك وأهدافك وطموحاتك وإلى آخره هذه كلها تحت التقييم وإنت ما أنت عارف وإنت ما أنت واعي ولا متجاهل هذا الفكرة ولا تقول أنا بس مديري هو لي قيمني ولا أبوي وأمي إذا شافوا أنه أنا تمام فأنا أموري تمام فوالله أنت هنا ألقت بنفسك للتهلكة وخليت تقديرك بيد البشر أمك وأبوك رضى وإنت راضي وسعيد أمك وأبوك ما رضى وفأنت بتعيش في نار وفي نكك ليه ليه ننسوا في أنفسك كذا ليه ربطين قيمتنا بالبشر أصحى على نفسك الله يخليك أصحى على نفسك إنا لله وإنا إليه راجعون إحنا نقولها كلمة مات أحد ما استوعبناها مردك لربك مهما سويت ومهما فعلت ومهما تكبرت ومهما تجبرت مردك لربك إيش مكان دينك وإيش مكان تفكيرك فيأنك تصحى على نفسك وإأنك تنتبه أنه قيمتك هذه أنه أنت أثمن وأنه الله سبحانه وتعالى قال أنا كرمتك ولقد كرمنا بني آدم الله كرمك ما فوق كلمة الله أحد تجي أنت لش ما تكرم نفسك تربط نفسك بسيارتك بجوالك أنا بخير إذا أغراضي كويسة إذا أنا مني بخير إذا أغراضي أقل إذا 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 لش إحنا صرنا حتى نقيم الأمور بطريقة مضروبة ولا حتى تجي يقول لي هذا الكلام ما له دخل بالتخلي لا ما عليش لأنه طريقة تعاملك مع العلاقات تعتمد عليك أنت على أفكارك على مبادئك على قيمك على نفسك إذا نفسك ما يمرتب من جوه ما عمرك حتتجاوز لو تموت ليش في واحد يموت من شدة الحب والعشق والغرام لأنه عنده تعلق هذا له حب وله عشق والغرام كان كلنا موتنا إذا ماتوا أهالينا لأنه أهالينا أغلى شي عندنا وتعودنا عليهم بس ما تعلقنا فيهم نحزن نزعل إي نعم إحنا عندنا مشاعر طبيعي لكن مو نتدمر مو نتقطع مو ننهار ولا نقمع مشاعرنا عادي جيك الحين الغامض الكتوم أنا أقمع مشاعري أنا ما أقدر أتكلم لأحد أنا ما أعرف أتكلم لأحد لا أنت ما تبغى تتكلم لأحد أنت عندك مخاوف عشان كذا ما تبغى تتكلم لأحد مع أنه التكلم حتى عن التجربة ترى يخليك تتخلى وبالذات لو تكلمت عن إنسان مش الهدف أن أنت تتشكه أحيانا أنت تبغى تتحلطم بس تتحلطم مع دائرتك المقربة اللي بتفهمك اللي بتعطيك الكلام اللي رايحك ويخليك تتجاوز التجربة فإذا نبطل نتخلى عن مسميات باع اشترى خلاني خلي نيتك سلام مع نفسك خلي نيتك سلام مع الشخص طول ما أنت في حرب داخلية مع الشخص ترى عمرك ما رح تتجاوزه خليك واضح خليك صريح خليك مرتاح خليك متقبل تقبل اللي صار خلاص اللي صار وصار وانتهى سامح نفسك وسامح الشخص الثاني كلكم تغلطون والعلاقة فيها اثنين ترى ما في شيء اسمه أنا سويت وأنا سويت والشخص الثاني ما سوا كلنا أنا غلط لا تخلي الكبر ولا تخلي عزة نفس الوهمية هذه أنا وانا 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 توهمك بأنه أنت ما ممكن تكون سويت شيء كلنا ممكن نكون سوينا شيء وإذا أنت عارف أنك ما قصرت وأن الشخص الثاني فيه مشكلة خلاص الحمد لله الشخص الثاني فيه مشكلة الحمد لله أنا عارف نفسي وكمل في النهاية لا كلام نورة ولا كلام غيرها هو اللي يحدد من أنت أنت تعلم تحدد من أنت أنت شايف تجربتك أنت تعلم تقيمها أنت تعلم تخليها تعلم أنه أنت تقيم نفسك تعلم أنه أنت تتابع نفسك وخلي عندك دائرتك الخاصة الآمنة اللي تقدر كمان تساعدك بالتقييم وتساعدك بأنك تتجاوز في النهاية مو صعب التجاوز مصيرك حتنسى الشخص هذا ومصير أن الحياة حتبين لك إذا كان هذا شوفه في عبارة دعم أذكر نفسي فيها سيحفظ الله علاقتك بالناس الذين مقدر لهم أن يكونوا في حياتك خلاص إذا أنا إنسان قاعدة ترتفع وتتغير وإذا أنت إنسان قاعدة ترتفع وتتغير وتتجاوز فمعناته أنه أنا ححصل للإنسان والإنسانة اللي تساعدني وترفعني وتزيدني وتكون بخير معي وأنا أكون بخير معها وأنت تكون بخير معه أو معها حتلقى كل المطلوب منك عليك نفسك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خلاص ما رح يضرق أحد ولا رح يضرق شيء ولا رح يمسك شيء بتكون بخير وبتكون سعيد وبتكون مرتاح ما ردك للراحة والسعادة إذا أنت مؤمن إن مردك للتحاسة والله عاد بكافك هذه قناعتك وهذه أفكارك أنت حر فيها وأهم نقطة عندي إنك تستوعبها كمان في موضوع التخلي إنك لازم تكون صادق مع مشاعرك أنت حبيت هذا الإنسان أنت حبيت هذا الإنسان أنت تعلقت فيه أنت تعلقت فيه أنت بينكم عشرة أنتون بينكم عشرة تقبل 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 مشاعرك تقبل حزنك تقبل ألمك تقبل إنكسارك لا تحكم على نفسك لا تصير أنت والزمان عليك خليك حنون مع نفسك طبطب على نفسك أنت لو ما عرفت الطبطب على نفسك في هذا الوقت ترى ما حتقدر تتجاوز أبدا عاطفيا إدارة المشاعر أنت تحتاج فيها أنك تكون متصل مع ذاتك منتبه على ذاتك شوفوا الألم طبيعي الحزن طبيعي المبالغة بالألم والحزن برضو طبيعي إذا كان عندك تعلق فأنت معنات ومجرد ما تعرف أنه أنا عندي مشكلة وعادي أتقبل أنه أنا عندي مشكلة وأروح أشتغل عليها فحصير أنشغل بنفسي بدل ما أنا أنشغل باللي صار إحنا مشكلتنا نحبس نفسنا في القصة نحبس نفسنا بأنه إيش صار وإيش قال وإيش ما قال وإيش كذا لا خطأ أو حتى نقاوم نقاوم المشاعر هذه مفروض أنه أنا أكون أقوى مفروض أنه أنا أكون طيب المفروض أنك تكون أقوى نعم مفروض أنه يكون فيه مفروض أنه يكون فيه بس هذا لما يكون أنت في الحالة الطبيعية لما تكون إنسان قوي لما تكون من جوه عندك قوة داخلية لك إذا أنت إنسان ما عندك قوة داخلية ما عندك تجارب سابقة يعني ما عندك تعلق عالي أول مرة يصير لك هذا الشي فمعناته أنه طبيعي حتكون المشاعر متطرفة إلى حد ما وبقوية إلى حد ما فإذا أنا هنا ما أحكم على نفسي وأجلد نفسي وأعذب نفسي وأضغط نفسي وبهذل نفسي لا يا بابا بشويش بشويش عليك بشويش حن عليك هدي نفسك وروّق نفسك هذي واحدة من النقاط المرة مهمة اللي لازم تنتبه عليها هارجع أعيدها عليك خليك صادق مع مشاعرك واجه أي شي قاعد أنت تواجهه اسمح لكل شيء أنه يطلع بكاء انهيار سهر مالك خلق تاكل ما هي مشكلة كل هذه ما هي مشكلة لا تخليها مشكلة لكن في نفس الوقت أحرص على صحتك كثر موية كثر الأشياء الخفيفة كثر فواكه كثر أشياء تساعد جسمك أنه يتجاوز التجربة هذه إيش ما كانت لأنه الألم النفسي أنا عارفة أنه يهد الروح يهد الجسم ويأثر على الجسم بشكل كبير يعني ياما ناس جتهم أمراض بعد صدمات نفسية يعني بعد مثلا رحيل أشخاص أو كذا مش أتكلم أنه موت يطلعون من حياتهم تجيهم قرحة في المعدة تجيهم جرثومة المعدة تنزل مناعتهم قلوبهم تتأثر يصير في تعب في الصدر أكزيمة في البشرة ليه لأنه كبتوا مشاعر التجربة وما كانوا صريحين معاها فانتبه انتبه أهم شي صحتك أهم شي عندنك تنتبه على صحتك تكون صادق مع نفسك تواجه التجربة تحاول قد ما تقدر أنك تكون بخير وتكون بصحة وسلامة حقيقي انتبه عليك مرة انتبه عليك طولت بالمكتع رح ألخص النقاط الأساسية على أساس أنه تحصل أكبر كمية فائدة لأنه ناقشت أفكار كثيرة ومواضيع كثيرة أول شيء عشان أتخلى عن الناس براحة لازم أنا أكون كريم خلق وطويل بال وصاحب قلب طيب لأنه لو أنا قلبي مليان أحقاد وبالي ما هو طويل وخلقي ما هو كريم ما حأقدر أتجاوز ولا رح أقدر أتخلى عن الناس حأظل على حرب وصراع داخلي معهم تاني شيء لازم تكون نيتي سلام مع الإنسان هذا وسلام مع نفسي أسامح نفسي وأسامح الإنسان هذا بالإضافة إلى أنه أتخلى أتخلى ماجه تقول أنا لي حق أنا ما لي حق أنا هو سوى أنا هو وعدني أنا هو قال لي خلاص انتهى تخلي وتخلى كلكم تخلوا برضو انتبه من المسميات باع اشترى تركني خلاني راح عني ونساني هذا كله لا بليز خلاص انتهى الغرور والكبر طلع من الموضوع الغيم من المعادلة تقبل مشاعرك تقبل أنه أنت مجروح تقبل أنه أنت متألم لا تقمع لا تكبت لأنه القمع والكبت يزيدك وجع ويزيدك ألم ويزيد يعني التجربة هذه حتخزنها للسنين الجاية وحتكبر وحتتحول لآلام نفسية وحتتحول لآلام جسدية وإلى آخره فما تسوى عليك وآخر نقطة اللي هي لا تنسى أنه الناس مختلفين والناس معادن مش الناس معادن صراحة أنا ما أؤمن بهذا الكلمة الناس لهم نياتهم ولهم أفكارهم ولهم تربيتهم اللي تأثروا فيها فأنت ما حتقدر إلا أنك تكون الإنسان الصح وتتخذ القرار الصح عشان يجونك الناس الصح ما أنت مجبور أنك تغير أحد ول艱ت مجبور أنك تأثر على أي أحد بأي شكل من الأشكال اللي ماهتوي يتغير والله لا يتغير اللي ما أهتوي يتغير ولا يبغي يتغير ما حيتغير لو جينا أنا وإنت قدمنا وفعلنا النصيحة اللي أنصحك إياها واللي أنا دايماً أسويها في الناس اللي ما يتغيرون الصدقة أتصدق عنهم أتصدق عنهم بنيات أن الله ينور بصرهم وبصيرتهم لأنهم ناس ضائعة ناس في ضلال والله لا يجعلنا من الناس اللي يختم على قلوبهم وعلى صمعهم وعلى أبصارهم وصارت عليها غشاوة تخيل أن أنت تشوف الحق وتقفي عنه تخيل يعني شيء مرة يفجع مرة مرة يفجع ترى خلي بالك طويل إيش ما كان الألم النفسي اللي أنت تمر فيه طلعه وفرغ المشاعر تخلى تعلم التخلي التمسك يضرك والتخلي يساعدك ويريحك الله يوفكك يا ربي ويسهلك كل أمورك ويوسع عليك ويريح قلبك ويطم من بالك والله كلنا مرينا بتجارب صعبة وكلنا مرينا بناس كان صعب التخلي عليهم بس صدقني كل ما كبرت يعني أنا الآن بعمري هذا أقول الحمد لله إني وصلت لتوازن عاطفي درجة أنه صار رحي للناس والله ما عادي يهزني أزعل يعني أضايق بس إني أقدر أشتغل أول ما كنت أقدر أشتغل ما كنت أقدر أنام ما كنت أقدر أرتاح مع العمر ومع كل هذه الأشياء صار مرة سهل علي أن الناس تروح مرة سهل مرة سهل وصلت أنا لمشيهم بعدها يعني فقوتك الداخلية والتزانك الداخلي والله ما في شي يعوضه فإيش ما كانت تجربتك أنا تماما أتعاطف معاك لأني أنا شخصيا جربت الألم لكن أقول لك إنه شي تقدر تتجاوزه وشي تقدر تعيش من بعده وشي حتحصل بعده خير كثير لأنه اللي راح راح وانتهى أنا ما بغو أقول راح الشر وجاء الخير لا أبدا أنا ما أدري من الشخص اللي راح ولا أدري أنت وش خسرت فما لي حق إنه أنا أحكم إنه خير ولا شر لكن اللي أقدر أقول لك يا إنه ربي قادر يعوضك وربي قادر يعطيك وربي قادر يسهل لك كل أمورك وأنت تستاهل كل خير وتستاهل العوض اشتغل على نفسك وعلى قلبك وعلى نظافة روحك وعلى أنك تتخذ القرار والصحة زي ما قلت لك اعتذر لو أنت غلطان فالغل في خاطرك تشتغل عندك تعلق عندك شيء أبد روابة التواصل الخاصة فيني موجودة تحت في صندوق الوصف خدمة العملة موجودين وبيساعدونكم بأي شكل من الأشكال أنت أشتغل على نفسك وضبط نفسك وصدقني حتحصل أروع وأريح النتائج تقدر تتجاوز الشخص هذا في ساعات لو بس أنت أشتغلت على نفسك وتقدر تتجاوزه في شهور كله يعتمد عليك ويعتمد على تجربتك ويعتمد على طبيعة شخصيتك انتبه على نفسك وبالتوفيق يا رب